من جهة أخرى زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جناحي دولة الكويت ودولة قطر المشاركين في معرض اكسبو 2020 دبي واطلع سموه على محتويات الجناحين من معروضات ومشاريع مبتكرة وتبادل سموه لحاديث مع مسؤولية الجناحين بشأن مشاركات بلديهما وما تقدمان من حلول ومبادرات في مجالات الاستدامة فيما صمم الجناحان بصورة تجسد رؤية البلدين وتوجههما إلى المستقبل وعرب سموه عن سعادته بزيارة جناحي الكويت وقطر ولاطلاع على أهم مبادرتهما في مشاريع المستقبل وموروثهما التراثي والتاريخي والثقافي والاجتماعي وتمنى سموه التوفيق للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الحدث الذي يوفر لها منصة عالمية للتعريف بفرصها الجديدة وثقافتها المتنوعة وما أنتجته العقول في مجالات الابتكار وحلول الاستدامة والاستفادة منها رافق سموه خلال زيارته المعرض كل من سموه الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل انهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبو ظبي ومعالي ريم بن تبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر